أسوأ من نظام المحاصصة الطائفية أن تتحكم في البلاد كتلة مهيمنة باسم طائفة معينة وتستحوذ على الدولة كلها ثم تترك الهامش لباقي الكتلة التي من المفترض أن تمثل الطوائف الأخرى هذا بالضبط ما حصل في العراق بعد عام 2003 عندما سلمت البلاد لنظام طائفي يستخدم الأطراف الأخرى كهياكل ورقية لإكمال المسرح السياسي لا أكثر ولم تكن محاصصة بما يعطي جميع المكونات حقوقا متساوية تضمن لها حقها في إدارة الدولة وتحمي نفسها من سطوة الأطراف الموغلة بالتطرف الطائفي ولعل ذلك ما تسبب بحصول نكبات قتل وتهجير وخطف وإخفاء قسري في عدد من المحافظات ضمن مخطط تغيير ديمغرافي يدمر النسيج المجتمعي ويغير معالم الهوية العراقية أقول لك لما يكون رئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي ونصف الوزارة ليس شيعية فعليها أن يتحمل المسؤولية فليتقلوا النظام شيعي تسألون الشياء عن نظام الحكوم تركوا كل هذه المواقع هذه التقسيمة التي ذكرها بهاء العراجي يروج لها على مبدأ الشراكة لكن الواقع يقول ما قيمة رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أمام سلطة رئيس الحكومة ومن الذي يملك القوى العسكرية الضاربة المسمى الجهاز الوطني وجهاز الاستخبارات وإمعانا في فشل هذا النظام وتشربه للطائفية لم يكتفي بتعميم نموذج الحكم الطائفي على مؤسسات الدولة ولسيما العسكرية والأمنية حتى استحدث ميليشيات منفصلة ظلت تتوغل حتى أصبح لها اليد النافذة على كل مفاصل الدولة وتصرح بشكل واضح بشعاراتها الطائفية معلنة فشل كل ادعاء بإمكانية إصلاح هذا النظام وهيكلته على مبدأ وطني ولعل ذلك ما يذكر بما قاله برهم صالح إن هذا النظام منتهي الصلاحية ومحل احتقار العراقيين جميعا